راجع صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيل وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبد الله الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب الله الرحيم أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الله الرحيم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى ولي العظيم في سورة صادت وبعد أن يئس النبي صلى الله عليه وآله من استجابة قريش ولي العظيم الله عز وجل أوصاه بالصبر قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب هل يكفي أن تأمر الإنسان بالصبر والثبات والالتزام أم لا بد من أن تضم إلى الوصية بالصبر تجارب أيضا يعني تقول له اصبر كما صبر أولو العزم أنبياء صبقوك تحملوا من الأذية ما تحملوا منذ آدم حتى نبي الله عيسى تجارب الأنبياء ماثبا أمامك كلهم تعرضوا للابتلاءات وهذه الابتلاءات يختلف بعضها عن بعض مرة يذكر الابتلاء داود باليهود بعد أن اتهموه بأنه قتل أوريا وأنه زنى بزوجته وأنجب منها سليمان إلى غيرها من التهم التي سيقت لداود من قبل اليهود ثم يستعرض له أيضا تجربة سليمان على أنها تجربة تختلف عن تجربة أبيه ثم بعد ذلك أيوب أيوب ابتلاءه وامتحانه من نوع آخر ماذا كان طبيعة هذا الامتحان الذي صبر من خلاله معلوم لديكم أنه مرض أنه ابتلي بفقل أولاده أنه افتقر إلى الدرجة أنه ما كان يملك ثمن دوائه سبب الابتلاءات من وين الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه تقول كان إبليس لا يحجب عما دون العرش في الفترات اللاحقة منع من الوصول إلى هذا المستوى وجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا قبل هذه الفترة كانت السماء أو كانت إلى ما دون العرش لا تحجب حتى عن الشيطان في ذلك اليوم وقف الشيطان وقال يا رب إن أيوب يشكرك ويديم شكرك لأنه مرتاح غير مبتلاء أولاد عنده بساتين عنده أغنام عنده أموال عنده فهذا لما يحط رجل على رجل يقول الحمد لله والشكر لله هذا يسمونه عبد شاكر لله عز وجل أو لابد أن الله عز وجل يبتليه حتى يعرف أنه شكر كان عن حقيقة أولا ما الذي تريد يا شيطان قال يا رب سلطني على غنمه قال سلطناك على غنمه فماتوا جميعا هلكت كل أغنمه وهو يديم الشكر لله عز وجل قال يا رب سلطني على زرعه بساتين ما شاء الله عنه فنفخ فيها فصارت هشيما يدروه الرياح تدروه الرياح راحت كل جراعة وهو يديم شكر الله عز وجل قال يا رب سلطني على أولاده فسلطه على أولاده فماتوا جميعا وأيوب يديم شكر الله عز وجل يا رب سلطني على بدنه قال سلطناك على بدنه على عقله وقلبه لأن لو الله عز وجل يعطي سلطة للشيطان على قلوب الأنبياء وعقول الأنبياء تنتفي عصمة عمه ولذلك قال سلطناك على بدنه على قلبه وعقله فمرض أيوب أقام في مرضه عشرين سنة على بعض الضوايات ماذا حدث افترق عنه الناس لم يبق معه أو لم تبق معه إلا زوجته لماذا تركوه أكو بعض الإسرائيليات كأنما تشيع بأن سبب هجران الناس إلى أيوب لأنه تدود بدنه صار الدود يطلع من بدنه أو أنه تعفن صار التصدر ما عنده روائح كريهة وهذا مو صحيح لو كان صحيحا لكانت الحجة للناس على الله أن يا رب أنت ابتليتنا بنبي لا يطاق ما نقدر نقعد بيها إذا واحد اليوم يدخن وانت ما تحب التدخين ما تحب تقعد بيها أو واحد على فرضية أخرى مش تريه له عطر رخيص جدا وهذا عطر ما يطاق تقول لهم وين جايب هذا العطر وهذا عطر شلون بعد عفن وروائح كريهة وقاعدوا يا هذا النبي وإذا دود تطلع من صدره وتخرج وتمشي على يده يطاق جلوس معه كان يصير عدهم حج على الله عز وجل بأنه أنت تكلفتنا أو بعثت إلينا نبيا لا يمكننا الجلوس معه الإمام الصادق يقول لا كل هذا مصحي وإنما هجره الناس لفقره لو كنت كما كنت مدحناك بأبيات ولكنك أفلست ومن أفلس قد مات يقول إنما هجروه لفقره الآن ما الذي يجعله بعد عشرين سنة يطلق هذه الكلمة ويدعو الله عز وجل إني مسني الشيطان بنصب وعذاب من أين هذا النصب ومن أين هذا العذاب هل لكونه مريض طبعا المريض يتمنى الشفاء ولكن الشيطان مسه مسه بالمرض وهذا صابر عليه عشرين سنة ما الذي يجعله الآن يقول مسني الشيطان بنصب وعذاب يقولون لأن الشيطان كان يذهب إلى الناس ويشيع بينهم بأن أيوب ما هو بنبي ليش؟ معقول نبي وصار لعشرين سنة يتمنى الشفاء ويدعو الله عز وجل في أن يشافيه وربه لا يستجيب لك بالتأكيد بينه وبين الله ذنوب نحن لا نعلم بها اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء فبالتأكيد يا أيوب بينك وبين الله ذنوب ولذلك الله ما يستجيب لك هذا طبعا في رأس وين وفي أذهان وين؟ في أذهان الناصر ومن الذي أودعه في أذهانه الشيطان فجاءوا يعيرون أيوب بذلك يا أيوب نبينك وبين الله ذنوب فما أنت بنبي ولو كنت نبيا لستجاب لك يقول الإمام الصادق والأنبياء في هذا لا يقدرون على التعيير أو لا يصبرون على التعيير يتقول لك الذاب مجنون ساحر كما اتهم كل الأنبياء هذه يستوعبها يتقول لك بينك وبين الله ذنوب هذه أبدا ما يتحمدها فقال يا رب مسني الشيطان بنصب وعذاب الله عز وجل يريد أن يوقفنا على مظاهر قدرته التي لا حدود لها عشرين سنة ليش احنا في فقهنا الإسلامي ما نقبل أن تصادر حياة الإنسان تقول لي هذا ميت سريريا صار في غيبوب الآن مدة سبع سنوات كل ما هي أن نرفع الأجهزة من عندها أو نعطيه إبرات الرحمة وخلاص روح نصادر حياة يعني الإسلام يقول لا يجوز ذلك ينبغي أن يبقى نعم ما دام له نفس ما دام قلبه يلق حتى ولو كان علميا طبيا في غيبوبة ميت سريريا قل ما شئ لا يجوز أن يصادر منه ولا نفس واحد لماذا؟ لأننا نتعامل مع الله عز وجل الذي يحيي العظام وهي رميم من يقول لك أن الميت سريريا غير قابل للحياة غير قابل للحياة طبيا بس في قدرة الله عز وجل همقى غير قادر ولذلك الله عز وجل يضرب إلنا أمثل دائما أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعد مئة عام ميت خرجت روحه قابل للحياة الله عز وجل يمكنه للميه لاحظوا فكيف بالميت سريريا هذا من باب الأولى إذن بالنتيجة عشرين سنة في حساباتنا نحن يا اسمنا الشفاء قانط من العافية ولكن في علم الله عز وجل وقدرته أركب برجلك هذا مغتسل بارد وشرار طيب هو مريض صريري مريض الآن صلى عشرين سنة قوم أركب يصير هذا فما معنى الركض هنا يقولون معنى الركض أن يضرب برجله الأرض بقوة هذا معنى الركض لأن الذي يمشي على رسله يضع قدمه على الأرض وضعا خفيفا بينما الذي يعد يركض بمعنى يضرب برجله على الأرض بقوة هذا معنى تأركض برجلك وكأنما الله عز وجل أراد أن يضع سببا رمزيا هذا السبب مو حقيقي مر طفل بعمر إسماعيل بن إبراهيم وفي أرض صلبة أرض جبلية ومع ذلك يضرب برجله الأرض وإذا ببئر زمزم إلى اليوم ينبعم السبب الذي أحدث هذا البئر سبب طبيعي أو سبب رمزي سبب رمزي طب وإلا يوم اللي أنا أريد أحفر الأرض لازم أجيب معاول وأدوات شديدة قوية حتى تتمكن من حفر مسافات طويلة يا الله يطلع الماء لو ما يطلع الآن بضربة رجل طفل صغير ممكن أن ينبع الماء أو برجل رجل مريض وبهذا المقدار ينبع ما الله يريد يضع سبب ولو سبب رمزي مثل ما نعبر وبالفعل نبع الأرض ما عليك يا أيوب إلا أن تغتسل من هذا الماء وتشرب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا الدليل الأول على قدرة الله عز وجل دليل الثاني ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب إخواني الآيات مول التسلية مول قضاء الوقت وإنما لأخذ العبرة الله يقول أنا أمتلك القدرة وقدرتي بلا حدود ماتوا أرجعهم إليه وأعطيه أيضا ضعف ما فقده من أولاده إذا فرضنا عند أولاد عشرين صار بعد هذا الموضوع صار عند أربعين ولد أحيى الله له من فقدهم من أولاده وضاعف أعدادهم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب بعد أكو موضوع آخر في أجواء الآية قلت أن الناس فارقوه وقاطعوه لم تبقى معه إلا زوجته رحمة هذه الزوجة الوفية وراحت على مت تبحث عن دواء دواء أكو ناس استغلاليين مرضى نفوس كل ما احتاج الواحد زيدوا عليه في السعر هذه ما عندها فاشترت اشترط عليها إذا أردت الدواء لزوجك فعليك أن تحلقي شعرك سبب تافه يعني وسعر تافه لكن ذول استغلاليين وبالفعل قطعت شعرها وأخذت الدواء وجاءت إلى من جاءت إلى أي نظر إليها ماذا فعلت قالت كذا وكذا قال لئن عافاني الله مما أنا فيه يمين لي على الله إلا أن أضربك مئة صوت الآن تسأل هذا قرار صحيح أو لا أليس المفروض أن يجازيها أن يشكرها لأنها الزوجة الوفية لأنها التي آثرت به على نفسها ليش يأخذ القرار القرآن يقول نعم أيوب أوقع هذا اليمين وأراد بعد ذلك شفقة عليها أن يرجع في يمينه وإذا بالله يقول له فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث لا تحنث يعني شنو لا ترتحنث في يمينك يعني لا ترجع عن يمينك اضربها لأنه يميننا أوقعته على نفسك طيب خذ بيدك ضغثا احنا عدنا في التشريع الإسلامي موجود هذا المعامل لو كان الذي ارتكب ما يوجب الحد مريضا وحكمه أن يضرب مئة صوت بس هذا مريض إذا ضربناه مئة صوت يموت فشن سوي الحاكم الشرعي يقولون ياخذ ضغثا هذا الشمروخ هذا أبو الرطب والتمر فيه فيه مئة عود يضرب ضربة واحدة فإذا وقع كل عود منها على بدنه تحقق ماذا إقامة الحد عليه فهو أيضا نظرا هنا لأن الدوافع جيد وهذا ممكن أن نستفيد من هذه الآية موضوع آخر وهو عدنا في الأمثال دائما نقول أن الغاية لا تبرر الوسيلة قد تكون غايتك جيدة لكن وسيلتك غير جيدة دائما إذا تنحو نحو الغايات جيدة خلقون أيضا اسلوبك الوسيلة التي تنحو بها أيضا ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية ما الذي ارتكبته هنا رحمة من الخطأ حتى ألقى على يمينه أو نفسه اليمين أن يضربها مئة صور تصرفت في نفسها دون إذن زوجها لاحظ المعنى هل يجوز للزوجة أن تتصرف بنفسها من غير إذن وليها وهو الزوج اليوم ممكن تقول الصالون موجود ورايح أخطع شعري وأسويه مثل الشباب الرجال كذا زين ويتفاجئ الزوج بأنك جاي سمسوي كذا قلت والله مدين جديد صحيح هذا يمكن تكون غاية هتتجمل تبدو تبدو بمظهر ملفت لكن على خلاف إذن قد ما يعجب ها فيكون تصرفت وإن كانت دافع منها إرضاءه أو مصلحته ولكن تصرف غير مأذون وبالتالي لا يجوز لها ذلك فأراد أن يأذبها مع أن غايتها كانت جميلة ورائعة جدا أن تؤثر نفسها على زوجها أو أن تؤثر زوجها على نفسها أن تبيع أغلى ما لديها من أجل أن توفر الدواء لزوجها هذا دوافع كل جدا ولكن زوجها له الولاية عليها كيف تصرفت من غير إذنه هذا إذا قلنا أنه تصرف بموجب ولايته كزوج مرة يتصرف بولايته كنبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فصار عملها رائع ولكن كان ينقصه ماذا أن تستأذن من ولي أمرها واضح شلون لجدت العقوبة ولأن الدوافع كانت راقية وتنمي عن تضحية وإيثار ومحبة صار ماذا يحتاج بعد يسحب يمينه كان بإمكانه أن يقول كفر عن يمينك وما يحتاج تمضي فيه لا قال لهنا فخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحمث يعني لا ترجع عن يمينك اضربها فضربها تأديبا وخلنا نقول ضرب رمز أيضا أو تأديب رمز ليش لأن أكو بعض العقوبات لربما تقرأ في القرآن فاضربوهن فاضربوهن يعني يخذ لكم ربع وكسر على راسها هذا هو التأديب لا مهبت أكو بعض واعل ضرب وإن كانت لا تؤلم إلا أنها تؤثر نفسيا إجل واحد زي نسوي لهذا الشكل بجز راس ها هذه الضربة أو هذه الدفعة ممكن ما تأذيه لكن يتأذيه نفسيا ويبقى أثرها في نفسه فمو شرطا التأذيب مطلوب مننا الإيلام أن يشعر بالألم خلي يشعر بالألم النفسي كاف فخذ بيدي كضغ ثم فاضرب به ولا تحنث الآن بعدها الاستعراض لربما يخلل في ذهن بعضنا أنه استعجل أنه فقد صبره أنه اتخذ قرار غير صحيح أنه تسرع أنه أنه لا الله عز وجل يوفر ثلاث شهادات لأيوب ليزيل ما علق في أذهاننا من الوهم إنا وجدناه صابرا إذا خلد في ذهنك أنه فقد صبره ونفذ صبره ولذلك اتخذ هالقرار الله يقول لا إنا وجدناه صابرا بعد الشهادة الثانية نعم العبد نعم العبد ليش العبودية تفهم على ثلاث أشكال مرة تكون عبادة التجار اللي يكون دافع الإنسان فيها أنه أنا أصلي لأن من وراها ثواب أصوم لأن من وراها جنة أتصدق لأن من وراها دفع بلاء أروح الحج لأن الحج فيه زيادة خير وهكذا فهذا دافعه من العمل الثواب لو قالوا لك لو صليت عشرين ركعة في ليلة من ليالي شهر رمضان لا ثواب لك لا ثواب لك إذن ما نمسمى فدافعه في نقدام على العبادة أو الصلاة أن أكو ربح يعني فهذه يسمونها عبادة التجار واحد آخر دافعه من العبادة لا الخوف ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني ترى لما يصلي يروح سقر قال لا نصلي أحسن فهذا دافعه الخوف الثالث عبادة الأحرار ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك فإذا تكلمنا عن علاقة الأنبياء وعبادتهم لله عز وجل صير عبادة تجار أو عبادة خائفين أو عبادة أحرار عبادة الأحرار الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا وإنما شعورهم وإدراكهم بإهلية ولياقة الله للعبادة عبدوه واضح هذا المعنى يجي الله عز وجل يقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد بعد إنه أواب هذه الشهادة الثالثة من الله في حق أيوب والأواب مأخوذة من الأوب وإذا جاءت بهذه الصيغة أو واب يعني كثير الأوب إلى الله كثير العود إلى الله عز وجل يعود إلى الله في صغائر الأمور وكبائرها في كل شيء طيب اللي يرجع إلى الله في كل صغيرة وكبيرة ينفذ صبره ياخذ قرار غير صائب يستعجل ولذلك جاءت هذه الثلاثة الشهادات من الله لتبرئ أيوب من كل ما ممكن أن يخلل في ذهننا من تهم فهو الإنسان الكامل لا خطأ فيه ولا خلال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب اللفتة الأخيرة فقط أيوب ابتلي عشرين سنة فقد أولاد الله أرجعهم إليهم ووهبنا له أهله ومثلهم معهم بساتين رجعت أموال رجعت هذه عاقبة الصبر يعني أنهى حياته كما بدأها في رغد في راحة في نعيم كل شيء موجود عنده وشكل يجي النبي صلى الله عليه وآله يقول ما أوذي نبي كما أوذيت هل صحيح هذا المعنى؟ هل صحيح أن النبي أوذي أكثر مما أوذي الأنبياء؟ النبي فقد جميع أولاد مثلا فقد جميع أمواله على مجال على مستوى الدعوة هل ذاق رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذاق نوح نوح كم بقي في دعوته ألف سنة إلا خمسين عاما كم هم الذين آمنوا معه؟ ما آمن معه إلا قليل بينما رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان الدعوة كم سنة؟ ثلاثة عشر سنة في زمان الدولة كم سنة؟ عشر سنوات مجموعة ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة لكن انظر إلى الأفواج التي دخلت في الإسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بينما ذاك لا ألف سنة إلا خمسين عاما لو قسمناها يعني كل ثلاثة عشر سنة خمسة أشخاص هذا ما ذاقه رسول الله ولا مر به رسول الله صلى الله عليه وآله لاحبوا إذن لماذا رسول الله يقول ما أذي نبيك ما أذيت؟ لأمور أولا رسول الله على الرغم من قصر مدته إلا أنه من الذي آذاه؟ من الذي عذبه؟ من الذي حاصره؟ من الذي هجره؟ من الذي كايده؟ هم أهل مكة يعني بنوا عمومتهم وعلى رأسهم أبو لهب أبو لهب اللي كان يتقول الرواية كان رسول الله في منا صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى الله وعمه أبو لهب من ورائه يلقي الحصات عليه ويقول أيها الناس لا تسمعوا له إنه كذاب فشايف الأنبياء إجدهم الأذية لكن في أغلب الأحيان ممن؟ من الأباعد وظلم ذوي القربة أشد مضاضة بعد الأنبياء على الرغم من الابتلاءات الكثيرة ما ابتلوا بالمنافقين فئة من المنافقين ما موجودة إلا ناذرا بينما رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم حضر على المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاة وظلوا في عشر سنوات مخططات ودسائس ومحاولة إحباط عزيمة الناس وخارط الطريق مشوا عليهم من البداية إلى النهاية يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان ذلك يوم انقلابهم على هذا الدين فرسول الله ابتلية بالمنافقين بعد كل الأنبياء الذين ابتلوا انتهت ابتلاءاتهم بموتهم وهذا أيوب كما تشير الآيات أنه لا حتى قبل الموت رجعت إليه الأمور اعتيادية صحيح عاش مدة عشرين سنة مبتلى لكن بعدين رجعت له عافيته ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وعاد كل شيء طبيعي لا ألم في حياته ولا أذية بينما رسول الله صلى الله عليه وآله مضى إلى الرفيق الأعلى وتوقفت الأذية أم بقيت بل صارت أشد عليه يقال لعلي يا علي قل لفاطمة إما تبكي ليلا أو تبكي نهارا فلقد آذتنا من بكاية هذه مؤذية أحد المستشرقين اللي إيجوا درس التاريخ الإسلامي قال هذه شهادة أول مظلوم في التاريخ الإسلامي بعد وفاة رسول الله في أيام النبي صلى الله عليه وآله ما كان هناك مظاليم ما كان أحد مظلوم أو مسلوب حق أول مظلوم في تاريخ الإسلام هو ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي فاطمة ومظلومة على شنو يعني ما أخذين فدك العوالي فئ فمس فلتذهب هذه الأمور إلى الجحيم لحتى الحقوق الأخلاقية يعني إنسان فاقد العزيز ويريد يبكي عليه يمنع من البكاء آذتنا من بكائها يعني شلون كانت الزهراء تطلع بالشواق وتصفى على راسها وتلطم وما أحد قادر ينام الزهر منها ولا يهجع بالليل من صراخها أو أن فاطمة إذا بكت يحزن القلب وتلمع العين ولكن ما نقول إلا ما يرضي الرب بكاء بهذا المقدار يؤذي أحد صار أمير المؤمنين يطلع بها خارج المدينة وهناك تجلس تحت شجر الإراك ومع ذلك والقاطعين إراكة كيما تظل في ظل أوراق لها وغصوني بين حتى بكاء الزهراء كان يؤذيهم وين وده بنا لها بيت الأحزان اللي أكبر مني واللي أدرك والسبعينات والستينات لربما رأوا أثر لبيت الأحزان أنا شفت في سنة ثلاثة وثمانين وين مقبرة البقيع في الجانب الشرقي منها تمشي إليك مسافة الآن موجودة بناية هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر خلف هذه البناية كان هنا بيت الأحزان الآن لا أثر له ولا وجود شوفوا شقد يعني يعني خارج الحدود المدينة التاريخية لأنه من جهة الشرق آخر المدينة القديمة هي حدود مقبرة البقيع ما بعدها يكون خارج عن حدود المدينة القديمة لاحظوا يعني اضطر علي أن يذهب بفاطمة إلى أبعد من هذا الحد حتى تتمكن من البكاء على أبيها شوف شلون ظلامه شوف شلون هذا آبوا رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك الزهرات تذكرهم المرء يحفظ في ولده سرعان ذا إهالة ولكم طاقة على ما أقول وأزاول المرء يحفظ في ولده وبالفعل خمسة وسبعين يوم وهي على هذا الحال مكلومة مهضومة لا يسعها حتى أن تأخذ راحتها في بكائها على أبيها وتروح عد قبرة وتفضي بما لديها من الشجون صب آيات علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن ليالي يا قد كنت ذات حماً بظل محمد لا أختشي ضيماً وكان حماً لي آياً واليوم يا فاطمة واليوم أخضع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي برداء يا أبا يا أبا أمر على عبد ضربني ضربني ومن ضربت للقاح ذبني وما لان قلبه ولا رحمني أي والله من الناس ما وحي أي 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 والله صاحة يا ببراهي أي أي مقوم من القبر شوف خانت الأم معهود ونسيت المعروف بالصوت ضربوني وعلي قادو مجتوف مغدور حقه والورث يا يا أي أي والله دقعد عاين ساعد ولطمة عيوني وساط العبد والرميب القاسم امتوني هجموا علي داري ومحهد وقاف دوني بعدك يا صيب يا صبر والصبر جمدوا بنت من أم من حليلة من إلهي نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا إلهي فرجاً عاجنا اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم رد كل غريب فك كل أسير فرج عن كل مكروب جماعتي الحاضرين احفظهم فرداً فرداً من اجتمعنا لأجلها وسببها اللهم إنا نحتسبها عندك يا كريم واخلف على ذويها في الغابرين واحشرها في زمرة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين إلى روحها وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات